مرحبا مشاهدين، هذه أهم عنوين أخبار اليوم سوفيان أمر بات يتفق مع عملاق إسبانيا رغم انتقاله إلى فنربخشة حكيم يضع زياشة في ورطة كبيرة بعد مباراة القابون المغربي بن صغير يحصل على جائزة كبيرة مع ناديها والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار شهدت الأسابيع الأخيرة في سوق الانتقالات الأوروبية تطورات مثيرة تتعلق باللعب المغربي سوفيان أمر بات الذي يتوقع أن يشهد تغييرا جذريا في مسيرة الاحترافية قريبا فوفقا للتقارار الأعلمية يبدو أن مدة بقاء أمر بات مع نادي فنربخشة التركي لن تكون طويلة إذ أفادت الأخبار المتداولة بأنه قد توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي أتلاتيكو مادريد الإسبانية للانتقال إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفي طار هذه التطورات كشف الصحفي الإيطالي والشهير فابريسيو رومانو الذي يعرف بخبرته الواسعة في سوق الانتقالات الأوروبية كشف أن المدرب دياغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلاتيكو مادريد قد كان على تواصل المستمر مع سوفيا أمرابة في الأسابي الأخيرة وهذا التواصل بين السيميوني وأمرابة كان يشير الاهتمام جديا من الجانب الأسباني بإضم اللاعب المغربي إلى صفوفها وعلى الرغم من هذا الاهتمام فقد أسر النادي أتلاتيكو مادريد على عدم إدراج أي شرط إلزامي للشراء في صفقة إعارة اللاعب وهو ما كان مطلبا أساسيا في المفاوضات وهذا الأمر يعكس حرص أتلاتيكو مادريد على عدم الالتزام بصفقة شراء نهائية قبل تقييم الأداء الكامل لأمرابة في صفوف الفريق ومن جانب آخر توضح المعلومات المستخلصة من الصحافة أن فريق فيورنتينا النادي السابق لأمرابة قد وافق على العرض المقدم من فنربخشا حيث كانت إدارة فيورنتينا منفتحة على فكرة انتقال اللاعب إلى النادي التركي وهذا التغيير في وجهة أمرابة جاء بعد أن نقش الأمر مع المدرب البرتغال جوزي مورينيو الذي يقود الفريق التركي مما سهم في اتخاذ قرار إيجابي بشأن الانتقال ويعتبر هذا التحول في مسيرة سوفيان أمرابة خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية حيث سيشكل انتقاله إلى تلتيكو مادريد فرصة كبيرة لها للاندمام إلى أحد أبرز الأندية في أوروبا في عالم كرة القدم يتجاوز دور القائد الحدود التقليدية للتكتيك والمهارة الفردية فهو يتطلب أن تتوفر فيه صفات إنسانية وقيادية تحزز من تمسك الفريق وتدفعه نحو تحقيق النجاح الجماعية وفي هذا السياق برز أشرف حاكيمي كقائد مثالي للمنتخب المغربي وكان قد أظهر من خلال تصرفاته وسلوكه القيادية كيف يمكن للقيادة الحقيقية أن تحدث تأثيرا إيجابيا على زملائها لكن على الجانب الآخر ظهر اختلاف كبير في أسلوب القيادة بين حاكيمي وزميله حاكم زيش مما يثير تسعولات حول تأثير كل منهما على الفريق فأشرف حاكيمي الذي يعتبر اليوم رمزا للقوة والتواضع في المنتخب المغربي يثبت من خلال تصرفاته كيف يمكن للقائد أن يجمع بين الكفاءة والاحترام فقد أظهر حاكيمي خلال مشاركته في الأولمبياد نموذجا يحتذا بها في تعامل مع زملائها وكانت تصرفاته تدل على روح الجماعة الحقيقية حيث كان يفضل منح زملائه الفرس بادلا من البحث عن النجاح الشخصي وعلى سبيل المثال في حالات تسديد ضربات الجزاء كان حاكيمي يعمل لأجل زملائها ليمنحهم فرصة التألق والتشجيل مما يعكس روح التعاون والمشاركة في الفريق بالمقابل يأتي أسلوب حاكم زياش ليبرز تنقضا واضحا مع ما يعبر عن حاكمي فقد أظهر زياش ميلا واضحا لتفضيل نفسه على باقي اللاعبين في بعض المواقف خصوصا في تسديد ضربات الجزاء فبدلا من منح فرصة للعبين آخرين مثل براهيم دياز الذي كان يمكن أن يسجل هدفه الأول في مسيرته مع المنتخب المغربي فضل زياش أن يتولى هذه المهام بنفسها وهذه التصرفات تواضح تباينا ملحوظا في فلسفة القيادة بين اللاعبين فبينما يعكس أسلوب حاكمي التواضع والرغبة في دعم الفريق يعكس أسلوب زياش نوعا من السعي لتحقيق النجاح الفردي على حساب الروح الجماعي حيث أن الفرق بين الأسلوبين يلتضح في تأثيرهما على ديناميكية الفريق إذ يمكن أن تؤدي القيادة المتمركزة حول الذات إلى تباين في الروح الجماعية وقدرة الفريق على العمل بشكل متكامل وهذا التباين بين حاكمي وزياش يقدم درسا مهما في كيفية تأثير القيادة الشخصية على الفريق فمن الواضح أن القيام الإنسانية والتواضع تلعب دورا أساسيا في بناء فرق ناجح حيث يمكن للقائد أن يكون له تأثير كبير على أداء الفريق وتماسكه وبينما يستمر حاكمي في تقديم مثال حي للقيادة الفعالة والملهمة يبقى أن نرى كيف ستؤثر فلسفة زياش في المستقبل على المنتخب المغربي وفي النهاية يظهر هذا الفرق بين حاكمي وزياش كيف يمكن لأساليب القيادة المختلفة أن تؤثر على النجاح الجماعي مما يؤكد أهمية القيم الأخلاقية في عالم الرياضة أعلن نادي مونكو الفرنسي بكل فخر عبر حسابه الرسمي على منصة X عن فوز لاعب الوسط المغربي إلياس بن صغير بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر غشت المنقدي ويأتي هذا التكريم نتيجة أداء اللافت الذي قدمه بن صغير في مباريات الفريق خلال الموسم الجديد لدوري الليكا حيث أظهر تألقا ملحوظا في المباريات الثلاث الأولى وفي بداية الموسم أثبت بن صغير جدرته كلعب رئيسيا في تشكيلة مونكو حيث لم يكن فقط لعبا متميزا بل كان أيضا عنصرا أساسيا في خطة الفريق وكان أداءه البارز واضحا في المباراة الأخيرة التي خادها فريقه ضد أولمبيك ليون حيث ساهم بن صغير في تحقيق الفوز بتشجيل هدف حاسم مما عزز من فرص مونكو في التقدم دمن جدول الدوري وتجدر الإشارة إلى أن هذا النجاح في الدوري الفرنسي لم يكن إلا جزءا من مسيرة بن صغير المتألقة حيث يتمتع اللاعب الشاب بمستوى عالي من الأداء يعكس مهاراته الفردية والجهد الجمعية الذي يبذله في كل مباراة وفي ظل هذا التألق يظل بن صغير عنصرا رئيسيا في صفوف المنتخب الوطني المغربي حيث يتواجد ضمن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في المهرب ومن خلال الأداء الاستثنائي الذي قدمه إلياس بن صغير في المباريات الأخيرة يظهر مدى قدرة اللاعبين الشباب على إحداث الفارق والتأثير بشكل إيجابي على فرقهم ومنتخباتهم الوطنية حيث أن الفوز بجائزة أفضل لاعب للشهر يعكس ليس فقط التقدير لمهاراتها بل أيضا الوعي المتزايد بقدراتها وموهبته الكبيرة في عالم كرة القدم كما أن التزام بن صغير وتفهنه في العمل يعزز من فرصه في المستقبل لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في مسيرته الرياضية وفي النهاية يعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في رحلة بن صغير ويشكل دليلا على إمكانياته الكبيرة والواعدة التي ينتظر الجميع المزيد منها في المستقبل القريب